تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات بالتعاون مع شركنا في تويتر ويوتيوب بجموعة ارامفورقرب وشاركنا في الفيسبوك رابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد تعادل ريال مدريد وأتلتكو في الدربي حلقة من أصعب الحلقات الممكن أصورها من سنوات لأنه بحس حالي لو شو ما حكيت عم بحكي غلط ليش؟ لأنه كان في ساعة سيطرة مطلقة لأتلتكو مدريد فرص كثيرة ثم نصف ساعة تغير فيها شوي ريال مدريد اتحسن تدريجيا حتى هدد مرمى أتلتكو وحدة الثانية ثالثة ثم التعادل مباراة لو تكلمت فيها عن أتلتكو كمديح حتبين كأني ما شفتش النص ساعة الأخيرة ولو تكلمت عن الريال كردد فعل حتبين كأني ظلمت أتلتكو بساعة مباراة صعب جدا تعادل أعتبر شلونة نفس بقدر ما أنقذ الريال من أن يخرج من السباق مبكرا وأعطى أتلتكو يعني لو إيجينا وسألنا أتلتكو مدريد في بداية اللقاء شو رك تتعادل اليوم ما تلعبش حيفكر حيقولك أوكي لأنه والله الريال آخر فترة متفوق عليه كثير لكن بعد اللقاء حيقول للأسف ضيعت الانتصار حنقول وحندخل بكثير تفاصيل من اللقاء اليوم بعد ما تشتركوا بقناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى في يوتيوب البداية الريال دخل بدون مفاجأة تقريبا 4-3-3 عم بيستعيد كريم بنزيمة وعم بيلعب رودريغو على اليمين فكرة رودريغو كانت واضحة جدا بده يضغط على جهة كراسكو اللي حيعمل بالتأكيد مشاكل وضغط كبير على فاسكس طبعا وضح تماما أنه رودريغو مش جاهز بدنيا ولم يكن رودريغو اللي بنعرفه إحنا من حيث العطاء البدني في النواحي الدفاعية قبل الهجومية هذا كان واضح جدا فهذا كان خطأ دفع ثمن ريال مدريد ساعة تقريبا على تلك الجهة في حين في المقابل شوفنا سمينة عم بيتخلص من فكرة الثلاث مدافعين المدرب اللي ندم على لقاء الذهاب بتلك الشكل والخسارة تقريبا ساعة كاملة بدون كرة في لقاء الذهاب فقرر يرجع للشكل اللي بيحبه هو 4-4-2 لعب 4-4-2 في حالة الهجوم كانت عم تتوضح لكن في حالة الدفاع الفرق كان عم بياخد شكلين مختلفين مرة كنا عم بيشوفه بياخد 4-1-4-1 ومرة عم بيشوفه بياخد 5-3-2 لأنه ما كان كثير معني اليوم بالشكل في الحالة الدفاعية بقدر ما كان معني بيرقابك بعض الأسماء وبإغلاق بعض زوايا التمرير فكان عم بياخد شكلين مع بعض في الحالة الدفاعية حسب الظروف وهذا الشي ساعده كثير أنه يظهر بشكل ساعة أولى الريال مش عارف يعمل شيء ويكون هو المتفوق ومن البداية بيان أنه أتلتكم مدريد ناوي يعيد استراتيجيته اللي احنا كنا بنعرفها لما يلعب 4-4-2 لما يلعب 4-4-2 ما عروش شو بيعمل بغلق العمق بيطلع كروسو مودريتش من الملعب بيحاول يمنع الكرة توصلهم رقابة دائمة عليهم طوال اللقاء وبنفس الوقت عم بيعطيمون ما تنفس بسيط للريال على اليمين وعليسار يمره هو عارف أنه الريال ما بيملك أي جناح قادر يهدد لوحده دفاعه معظم هم بالواحد لوحد سيئين للغاية اللي في الملعب وهون أتلتكم كان عايز يستنى تروح الكرة عند رودريغو عند فاسكس عند مندي عند أسنسيو ويبدأ الضغط المزدوج على اللاعب ويتم افتكاك الكرة الريال حاول يلعب بعض العرضيات وكان أتلتكم موافق يطلقى عرضيات وبيراهن أنه لعبته بالهوى ممتازين تمركزهم الجماعي ممتاز بمنع لعبة الريال لقربع الكرة لكن في حرقة طيب مضحات الأولى كان في أسنسيو عرضية في شوط الأول لكريم بنزيمة وكانت تقريبا أخطر فرصة من هجم مفتوحة يعني للريال وثانيا كانت في شوط الثاني اللي ضيحها بنزيمة مع أوبلاك الثانثين كانوا على الأرض وهنا أنا اتفاجأت أنه زيدان ما انتبه لهذه الناحية أنه على الأرض عم بيهدد بالهوى على الفاضي وربما كان لازم يكثف أكثر قبل ما يجي التعادل بالطريقة القاتلة هذا النوع من العرضيات فكرة العمق هذه كانت مريحة جدا لأتلتكو مدريد ساعة كاملة انهارت لما صار تبديلات ريال مدريد حشرح لحقا شو اللي صار في التبديلات فسليش أوقف عندها انهارت وأتلتكو ظهر وكأنه ما عنده شي ثاني عشان يرجع يسيطر على التوازن بالعكس اللي عمله سيميوني شوي كان تقرارات عم بتزيد أكثر وأكثر من فقدانه المعركة اللي كان عم بيكسبها في اللقاء وأيضا في اللقاء كان فيه اتجاهين حيحسبوا اللقاء معروفين الأولى الرتم الريال في آخر مبارياته مع أتلتكو دائما عم بيهزم أتلتكو لما الريال يلعب بريتم أسرع من اللي هو متعود عليه أصلا أتلتكو والريال اللي اثنين لما يكون رتم بطيء ودفعه مواقف صعب جدا تهز شباكو الاثنين منظمين جدا لما يدافعوا بفريق كامل وواقفوا بشكل صحيح فبالتالي دائما الفريق اللي بيقدر يلعب بريتم أسرع تجاه خصمه هو اللي حيكون أخطر وهذا اللي صار في الساعة الأولى عند أتلتكو كان أسرع تجاه المرمى فكان أخطر وواجه المرمى وكان ممكن يحسن الأمور بكل سهولة في الساعة في حين الريال ما قدر يرفع هذا الرتم أبدا ويبدو أنه بدنيا غير قادر يرفع هذا الرتم أبدا حتى اللحظة نتيجة الضغط اللي كان كل ثلاثة يام مباراة لليوم هذا الضغط اللي صار على الريال خلا فعليا يعني خلينا نحكي عم بيكون غير معني أنه يدخل هاي المعركة فوافق خلي أتلتكو بمنطقة راحتو اللي زادت منطقة راحتو أكثر وأكثر لما تقدم عبر الويس سواريز والمعركة الثانية أيضا الريال ما كسبها بل بالعكس أتلتكو اللي هو كسبها معركة التحول من الدفاع للهجوم من هجوم للدفاع لو شفنا اليوم أتلتكو كل الضغط كان عب يضغطوا لما يخسر الكرة كان مدروس اللاعب اللي بدكون نقطة التحول تاعت ريال مدريد في الهجمة دائما علي ضغط ثنائي مع حرية مطلقة اعملوا فولات ما يرتدوا ومع غياب أي لاعب مهاري في ريال مدريد في أرض الملعب لعن منزل جونيور شوي ما كان فيه الريال عم بيقدر يعمل شي إلا الكرة لازم يدور فكنا نشوف تمريرة لتمريرة مع ضغط شوي هون مع ضغط شوي هون أتلتكو يعطل هذا الضغط بالعكس كان الوضع مختلف أتلتكو لما كان ليمارو كراسكو في أرض الملعب كان عنده اثنين مهاريين ممتازين عم بيطلعوا بالكرة بشكل ممتاز للغاية للأمام هذا جزء الأول جزء الثاني كان أيضا الريال ضغطه وهمي ضغطه ناعم شوي اللاعب عم بيضغط ومش عارف زميله وين مواقف معاه فيه كان فوضى في الريال ظهر في الشوت الأول وكأنه الريال مش عارف مين لازم يراقبه أو ستين دقيقة الأولى يعني أسنسو مش عارف عمين لازم يضغط هل أضغط على تريبيين ولا أضغط على اللي قدام يعني اللاعبين ظهروا مش موزعين الأدوار بالشكل الصحيح نتيجة كثرة اللامركزية اللي تطبقها أثلتكو في الساعة الأولى اللي كانت مثالية للغاية هذه الساعة المثالية بدأت تفقد روعتها من أول خروج كراسكو أولا وأيضا مع تبديلات الريال مدرية فبعد شوت أول تقريبا الريال كان له تزديدة وحيدة خطيرة اللي هي من كرة ثانية من ركلة ركنية لكاسيميرو الريال كان واضح ما رح يخلق ولا فرصة إلا من ركنيات وأيجته فرصة لمست إيد مدافعة أثلتكو بالمنطق الكرة والإيد ممدودة يعني وفي قاعدة بتقول لك تكبير حجم اللعب يعني هذا اللعب أخذ حيز أكبر لما مد إيده وبالتالي تحسب لمست إيدورك للجزاء لكن الحكم ما حسبه ومن حسن حظ الحكم إنه الريال تعادل لحقا الريال ما عمل شي ساعة كاملة تقريبا لعند ما إجي تركني أنا أعتقد هذا الليل عصبت زيدان الفريق بلش بشوت ثاني عم ينهار بدنيا أكثر هجمات أكثر لأثلتكو عم ينهار ذهنيا أكثر أفكار غريبة أكثر لمستوى شفنا كروسي بيلعب كرة طويلة عالية لباسكس ومفكرو روبرتو كارلوس بدوا يسجل هدف بعد هذه اللقطة جاءت تبديلات اللي كان واضح الريال خلص ساعة مش موجود في الملعب أبدا هون دخل فالبردي ودخل جونيور وتغير الشكل من 4-3-3 نحن نعرفها لشي أقرب من أنه خلينا أسميه 4-3-2-1 مودريج صار يدخل أكثر بين الخطوط بين الدفاع والوسط فجونيور ضل على اليسار عشان يضلوا أيضا سحب شوي لعبة أثلتكو وما يحطوا كل اتقلهم كلهم بالأمق فاسكس بعد خروج كاراسكو صار بإمكانه غامر ويتقدم كثير للأمام هذا كان ربما يعني كاراسكو اللي مار يطلع مع بعض ربما ما كان القرار الصحيح من سيميوني لأنه السمح لهذه الشجاعة اللي تصير عند فاسكس بشكل مفاجئ ويصير يتقدم لمساحة الريال كان عم تقدم مودريج أمرات كاسيميرو يكون زيادة عددية في منطقة جزاء يحاول يكون نقطة ارتكاز أخرى غير كريب منزيمة اللي البحث عنها لأنه كان أثلتكو قادر دايما يعزل منزيمة أنه توصلوا الكرة ويجبروا روح على أطراف لكن لما صاروا في اثنين صار في نوع من الفوضى عند أتلتكو انقلب الحالة اللي كنت عم بحكيه لعيب الأتلتكو هم اللي يبطلوا عارفين مين لازم يراقبوا أضغط عن مودريج ولعب هالبردي وأيضا في مسألة أخرى تحسنت كثير في الريال في هذه اللحظات من الشرط الأول كان واضح انه أتلتكو تارك كاسيميرو انه تركوه إبداعه على جده لما تكون الكرة معاه فكانوا عم بيتركوه شوي في شرط الثاني كان في تغيير واضح ببقى انه كاسيميرو مش عبينضغط عليه شفنا عم بيحاول بأكثر من كرة وهون صار لازم ينضغط عليه طب لما يصدت تضغط على كل لعبة الكرة القدم لازم يصير يفلت لاعبين وهذا اللي صننا نشوفه شوي شوي أيضا مسألة أخرى ساعدت على التعادل تراجع سيميوني عن الاستراتيجي اللي دخل فيها بمسألة الاستحوات في شرط الأول أتلتكو مدريد كان رهيب بمسألة الاستحوات ووصلها 52% لصالحة الريال 48% له بالذهاب لعندما ايجي الهدف الثاني للريال كان الاستحوات 61% تقريبا لريال مدريد واعتقده ادرك انه ريال مدريد مع كاسيميرو ومودريتش الكرة وفي عندك بنزيمة ولاعبين عندهم خبرة كبيرة في خفض المبارات الكبيرة الا يلقوا حل ويضربوك فيه فاحسن لك حاول اخذ كرة اكثر لما تاخد كرة اكثر حتتعبهم لانه مودريتش وكاسيميرو وكروز حيرجوا على ورا فانت ستستهلكهم وهذا اللي خلاه يكون افضل في الساعة الاولى 52-48 ثم فجأة استغنى عن الكرة نعم ممكن الريال اجبر ويستغنى عن الكرة بس اللي بيعرف سيميوني بيعرف انه استغنى عن الكرة ايضا وكان يعتقد انه هذه هي العقلية الصحيحة لما انا يتقدم عليه الخصم ارجع واحاول اعمل مرتدات لكن كان عم بيحاول اعمل مرتدات بعد ما نزلت سرعة فريقه وبعد ما طلع كراسكو وطلع الايمار وهون كان الخطأ انه اسلم هو الكرة ولما استلموا الكرة كانوا كل شوي عم بيجولوا بحل هنا مؤلم بيضع هجمي هنا مزعجة وبالنهاية بمبادرة من بنزيمة جاء التعادل ربما لو كنت مكان سيميوني بصراحة لو سحبت سواريز سواريز صار عطاءه البدني خلص اللعبة صارت مختلفة الريال قدر يحطوا الكرة بمنطقتي قدر يضرب العمق تبعي لو انا كنت مكانه ربما لان نزلت العب وسط وسحبت سواريز وخليت فلكس هو مهاجمي ربما نفكرت بهيك شيء لانه اللي عم بصير كان كثير غلط ساعتها فلكس حلعب له الكرة في المساحة وخليه يركض هو وفاران وهدول وهو اسرع فممكن يفوز بكرة وممكن بمهارته يمر لكن سواريز كان واضح بدنيا ما عاد قادر يعطيه وما عاد قادر يضغط للخلف فلكس كان حيضغط ايضا على الخلف على لعب اللعبة الوسط هون كان ربما يعني حبه لسواريز منعرفه عنده هذا الشي اللي هو العاطفة وقتالية سواريز كان الريهان اللي غلط فيه صح زيداني دعادل بس هذا ما بين فيه انه المباراة في شكل عام مش كويسة لريال مدريد صح قلق فرستين ثلاثة في اخر الدقائق لكن الريال كان ضايع كان بالإمكان المباراة تروح ثلاثة واربعة لو لا كورتوا ولا للعلم لو لا أوبلاك ربما مباراة راحت بالعكس للريال لان لو جاء التعادل مع لحظات الانهيار وفقدان السيطرة تحت أثلاتيكو وشوفنا آخر خمس دقائق ثلاثة كورت بك كثير ربما كانت النتيجة في النهاية اثنين واحد داريال ومش واحد واحد فالاثنين فرضوا التعادل كورت والمميز وأوبلاك الممتاز أيضا خلونا نرجع للزيدان لازم ينتبه ما فيش فريق في كورت القدم كبير ما عندوش لعب دار فراويغ ما عندوش لعب مهاري لا مندي براويغ ولا باسكس براويغ حتى مودلتش بطلع أوكي بالكورة بس مش كروس ولا كاسيميرو وبنزيمة لازم يندفع أكثر من مرة عشان تثبت معه مرة ما فيش يعني فيش اسنسي ورودريغو ما في فيهم واحد فلما نزل جونيور صح جونيور مش هو الجناح المثالي لكن على الأقل بركضاته كنت تحس انه في أمل يتخلخل هذا الدفاع ما في فريق كورت قدم كبير ما عندو لاعب قادر يمر من واحد واثنين آه هزارد كان هذا دوره بس حد الآن هزارد مبدئيا ما لعب ولحزد الآن ممرش من اثنين وخليني اختم مع الهدف الأول تعريق المدريد ناتشو ومن أول ما بلش يلعب هو مفكر حاله سيرجيو راموس حرفيا دائما عم بيضغط دائما عم بيطلع وبطلع طلعات سيرجيو راموس المندفع اللي بتزبط مع راموس اليوم هو حاول يطلع فيها ما زبطت معه تلقوا الهدف الأول ولا يعلم لو ترجع المباردة السابقة حتلاحظه انه كان يحاول يعمل هذه الحركة أكثر من مرة وكان ينمر بينه الفرق كانت جودة الخصوم أقل فما كانت الكرة تروح نحو المرمى زي اليوم يعني لكل واحد حلو يلعب بنفسه بشخصيته بدون يحاول يكون شخص تاني مباراة من أغرب الدربيات لحضرناها من سنوات يعني دير بقلو وجهين تماما دير ببدأ واحد فيه في فكرة ممتازة استحول سكر عمقه وماشت الأمور تمام معه في السرعة ثم فجأة هو خسر العمق نتيجة فكرة من الأفكار زيدان ثم هو سحب سرعته ثم هو سلم الكرة في شي بتحس انهم كان فيه مبالغة من سميوني باعتقاده أنه الريال قادر يرجع كان فيه هزيمة نفسية يعني من يوم ما يجي زيدان هو عم بيهزمه رسخة فيه فصار بدي يفوز بأي طريقة وسميوني بحبي يدافع ودائما أنا مقتنع هو حر لكن اليوم ما كان اليوم اللي كان لازم يفيه يعمل هذا الشيء آخر الدقائق اليوم ما كان هذا اليوم أبدا ارتكب هفوة ضيع ساعة كاملة من التحضير المثالي والتفوق الكامل يعني هذا الديربي نقطة اعتقد منيجي نتناقش فيها من باب العدل أنه كان فيه ركب الجزاء نحكي عنها عادلة واكثر واحد سعيد اليوم اكيد رونالد كومن نوصل هنا لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيرفي سبورت في يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله